جمال من ألماني يسأل عن أبينا آدم وأمنا حواء يقول هل كانوا على الإسلام نعم يا أخي الفاضل كانوا على الإسلام وعلى التوحيد وعلى يعني الإيمان بالله عز وجل إلي عشرة قرون كل آدم آدم وأولاده إلي عشرة قرون يعني تقريبا عشرة قرون كم القرن مئة سنة يقولون القرن مئة سنة وبعضهم يقول ثمانين سنة وبعضهم يقول لا عمر جيل عمر جيل وتعرف قديما كانوا يعمرون كان يعمرون شوف لك الآن كم مثلا نوح عليه السلام مكث في قومي في الدعوة ألف سنة إلا خمسين عام شوف المسافة البعيدة بعد ذلك دخل الشرك على الناس دخل الشرك في قوم نوح لما مات مجموعة من الناس الصالحين الأخيار الطيبين جاء الشيطان ودخل على الناس فقال لهم أنا أنصحكم تضعوا لهم صور حتى إذا رأيتمهم تنشطون في العبادة وكل ما تشوفونهم تنشطون فاستجابوا للشيطان وعملوا لهم تماثيل وفعلا كل ما رأوهم نشطوا في العبادة راح هذا الجيل جاء جيل بعده فقال الشيطان ليش أنتم يعني مقصرين مع هؤلاء هذه الثماثيل آباءكم كان يعبدونها فعبدوها من دون الله ولذلك قال تعالى في سورة نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا هؤلاء أصلا كانوا كما قال ابن عباس في الصحيح أسماء رجال صالحين لكن مع مرور الزمن بدأ الناس يعبدونهم من دون الله فبعث الله نوحا أول نبي من أنبياء الله وهو الأب الثاني للبشرية الأب الثاني للبشرية ولذلك بعثوا يدعوهم إلى توحيد الله وإلى نبذ هذه الأصنام وهذه الأوثان ترجمة نانسي قنقر